أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا قالت فيه إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام مشددة في بيان لها اليوم على أن جماعة الإخوان تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين حسب تعبيرها يذكر أن هذا الهجوم من هيئة كبار العلماء على جماعة الإخوان المسلمين ليس الأول بل كانت الهيئة قد قالت عبر حسابها في تويتر في يونيو حزيران 2017 إن جماعة الإخوان ليست من أهل المناهج الصحيحة وللمناقشة والتفصيل في هذا الموضوع معرفة الأسباب التي دفعت هيئة كبار العلماء في السعودية إلى اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وأبعاد كذلك هذا البيان الذي صدر عن الهيئة أرحب عبر سكايب بانضمام الكاتب والمحلل السياسي محمد العمر سيد محمد أهلا وسهلا فيك كيف تنظرون إلى هذا البيان الذي اعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من قبل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وتحديدا التوقيت الذي يأتي فيه الحرميني شريفيني كلفه بهذه أنا استمعت إلى نصف السؤال سيد محمد أعتذر عن هذا الخلل ولكن كنت أتسأل كيف تنظرون وكيف قرأتم بيان هيئة كبار العلماء في السعودية حول اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية خاصة في هذا التوقيت الذي يشتد فيه الهجمة الغربية على الإسلام وعلى كذلك اعتبار كثير من أطرافه أطرافا إرهابية نعم أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام هيئة كبار العلماء بالمناسبة أنشأت بقرار ملكي بمرسوم ملكي لأسباب خاصة في عام سبعين أو واحد وسبعين وأحدى البنود الرئيسية تنص على أنه ليس لعية كبار العلماء إبداء الرأي إلا فيما يحال إليها من الملك فلذلك الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله إلى قبل وفاته كان كل ما يطلب منهم في الأراء السياسية هي رغبة الملك فلذلك الملك فيصل كان له ثناء وكذلك الملك عبد العزيز على جماعة الأخوان في الخمسينات وفي الستينات فلذلك هيئة كبار العلماء الحقيقة بالمختصر لا تمثل رأي الدين بقدر ما هي تمثل رأي النظام السياسي الموجود السؤال الآن هل ينطبق هذا الأمر على الأخوان المسلمين فرع اليمن لمحركة الإصلاح الذين الآن هم في حلف مع الحكومة السعودية في الحرب الجارية في اليمن طبعا لا هم تحديدا ولا يقصدون كذلك جماعة الأخوان الأم هم يقصدون تحديدا جماعة الأخوان أو حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين هم الآن التوقيت دلالة التوقيت له علاقة بتمهيد الطريق أمام التطبيع فلذلك يريدون أن يزيحوا هذه العقبة ولا زال المناظرون في فلسطين حاملين اللواء ولم يتنازلوا عن هذا اللواء وهذه من المعضلة وإذا أستاذ محمد ما الذي تريد أيضا المملكة العربية السعودية إيصاله من وراء هكذا التوصفات هل تحاول المملكة تثبيت شيء في وعي المواطن العربي والمواطن أو كل المسلمين في هذه المعمورة لأن هذه ليست المرة الأولى التي توصف فيها جماعة الإخوان المسلمين بأنها إرهابية في العام 2014 وزارة الداخلية السعودية اعتبرت الجماعة جماعة إرهابية وهيئة كبار العلماء في العام 2017 قالت عن الجماعة إنها لا تتمسك بالمنهج الديني الصحيح الحقيقة هو أن الهيئة والسلطات السعودية تحاول أن ترسخ شيطنة حركة الإخوان المسلمين والسبب الحقيقة الرئيس أن جميع التيارات السياسية الموجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي سواء القومية أو اليسارية أو الشوعية أي أن تكون هذه التيارات السياسية تبقى نخبوية وبعيدة نوعا ما عن الشارع بخلاف جماعة الإخوان التي نشأت في عام 1948 حتى سابقة لنشأة الدولة السعودية بأربعة سنين هي جماعة دعوية في الأصل لذلك تكتسب شعبية كبرى من خلال المساجد ومن خلال المقالات والمجلات الإسلامية وكذلك من خلال خراط أغلب كوادر جماعة الإخوان في قطاع التعليم في جميع الدول العربية ومن ساهمت الحقيقة في قضية التنمية التعليمية فلذلك هي جماعة بالنسبة للشعبية تمتلك شعبية جارفة وفي كل الانتخابات التي تجرى سواء البلدية أو الانتخابات النقابية أو حتى البرلمانية عادة يبتسح جماعة الإخوان أو التيار الإسلامي هذه المقاعد فلذلك خوف الحكومة السعودية سابق لذلك يتحاربهم من هذا المطلح سيد محمد هناك تطورات ميدانية أيضا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة أريد أن أستثمر وجودك معنا إذا سمحت فقط حيث أكدت الخارجية الفرنسية اليوم وقوع جرح إثر هجوم بالمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية وذلك أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يوافق الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني وقد حضر المراسم القنصل الفرنسي مع شخصيات دبلوماسية مما جعله هدفا لهجوم بالمتفجرات أعود إلى أستاذ محمد العمري وفي هذا تحديدا ما دلالات تعتقد هذا التفجير خاصة وأن المملكة العربية السعودية وفي خضم إنجاز التوصيف المعركة الفرنسية الإسلامية الأخيرة كانت تستقبل القنصل الفرنسي نعم هو الحقيقة ردت فعل داخل السعودية كانت سرية وكانت عنيفة الحقيقة بسبب منع التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بخلاف أغلب ردود الأفعال في العالم العربي العالم الإسلامي الذي تظاهر على الأرض كما شاهدنا في بنغلاديس على سبيل المثال حضر في أحد المضارات أكثر من خمسين ألف يقال عدد أكبر وأغلب الدول سمح حتى بمظاهرات رمزية عدد السعودية هذا الأمر ممنوع بل مزاج السياسي السعودي أو السلطات السعودية بالعكس يدعم أصلا للفرنسيين وخالد الفيصل أمير منطقة مكة استقبل السفير قبل أسبوعين وكذلك يوجد رضا أو ترحيب وحاضنة من قبل الحكومة السعودية فلذلك ردت الفعل كانت عنيفة وقبمنها السرية ستكون عنيفة وهذا ليس الحدث الأول بل هذا الحدث الثاني فقبل أسبوعين تم عملية طعن أحد حراس السفارة القنصلية الفرنسية في جدة واليوم رميت قنبلة على أثناء الاحتفالية كما تقول تسريبات الصحف الفرنسية الدقيقة هي ليست بعبها بقدر ما هي قنبلة يدوية رمية عن بعد والمستهدف تحديدا كان القنصل الأول للفريق الفرنسي رغم العدد الموجود أصلا في هذه الاحتفالية كان عدد ليس بالجماهير أو بالمئات بل هو عدد رمز عدد قليل ولكنه رفيع الموضوع شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العمري الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا شكرا جزيلا لك